عزيزي الطلبة اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة الجغرافية للصف الثاني الثانوي معنا النهاردة اولاد درس جديد وهو جغرافية التنمية وموارد البيئة احنا كلمنا في الحلقات السابعة عن ايه العلاقة ما بين جغرافية التنمية والتنمية بصفة عامة وعرفت ان جغرافية التنمية دي احد فرواق جغرافية البشرية اللي بيهتم عندي بدراسة المقاومات الطبيعية والبشرية للدولة والمعاوقات لاستغلال هذه المقاومات وكيفية استغلال الموارد الموجودة في الدولة لاستغلال الامثل على اساس ان انا اوصل لمرحلة من النطج ومرحلة من الرفاهية في الحياة النهاردة يمكن اتكلمنا عن متطلبات التنمية في الدرس السابق النهاردة بندرس ايه هي جغرافية التنمية وايه موارد البيئة العلاقة ما بين الاتنين احنا النهاردة اولاد احنا عارفين يعني ايه كلمة البيئة البيئة بصفة عامة هي كل ما يحيد بالكائن الحي يؤثر فيه ويتأثر به اذا ده هو ده المفهوم للبيئة جميع ما يحيد بالكائن الحي من ارض وهوى وماء ونبات وإلى آخره هذه العناصر اللي هي عناصر النظام البيئي تؤثر في الانسان وتتأثر به يترى الانسان تأثير زمان على البيئة مثل تأثيره الان بسألكوا انا سؤال هل الانسان تأثيره اولاد في الماضي مثل تأثيره فيه الحاضر هل تأثيره ايام الفرعنة مثل تأثيره النهاردة في النظام البيئي هل زمان الانسان في المرحلة البدائية كان بيأثر في البيئة ولا كان منصاق للبيئة وكان اصلا الانسان بيهتم بحاجات متطلباته الاساسية اللي هو المأكل الملبس والمسكن الى آخره فقط لا غير مفيش عنده متطلبات اخرى كانت صور الحياة بسيطة وبدأت الحياة تتطور وتتقدم وواء الى آخره كذلك الامر يا اولاد مرت العلاقة بين الانسان والبيئة بمراحل لو احنا جينا نشوف المراحل دي يا اولاد ممكن نقسمها لاربع مراحل رئيسة المرحلة الاولى يا اولاد عندي في مراحل تطور او علاقة الانسان بالنظام مين بالنظام البيئي انا لو انا اتكلمت كده انا عارف البيئة النظامها ومواردها طيب هل المراحل ايه المراحل اللي مرت بيها قال لي المراحل مراحل التفاعل اللي هي مراحل تفاعل الانسان مع البيئة ايه هي مراحل تفاعل الانسان مع البيئة لو انا بصيك كده اولاد وحبيت اقسمهم لوحدهم بقول هنا كده مراحل تفاعل الإنسان مع البيئة يا ترى ايه هي المراحل دي اول مرحلة اولاد انا بنسميها المرحلة البدائية يا ترى ايه هي المرحلة البدائية مرحلة البدائية دي اولاد اللي عاش فيها الإنسان وقام بدور بسيط جدا كان بيقوم بعملية الجمع والالتقاط يجمع بعض الصمار يلتقب بعض الصمار ويقوم بعملية الصيد لما تتور شوية قام بعملية الصيد وبدأ يصنع الأدوات من الأشياء الموجودة عنده في الطبيعة من بعض الأحجار وبدأ يصنع أسلحته منها عشان يقوم بعض مين بعض الحيوانات المفترسة أو يصنع بيها بعض مين بعض الحيوانات يا ترى هل تأثير الإنسان كان كبير على البيئة في المرحلة دي ولا كان تأثير محدود انا بقول شايفين هو بيها تم بايه انسان بداي جمع صيد صمار يقوم بعملية صيد بس فقط لغير ايه اللي الإنسان عمل كان تأثيره بسيط جدا جدا في المرحلة البدائية كان تأثير الإنسان تأثير ماله محدود يبقى هنا واضحة خالص اهيه يبقى في المرحلة البدائية كان تأثير الإنسان محدود جدا على النظام البيئي يعني معنى كده ان هو ما كانش بيأثر في النظام البيئي بشكل كبير ده كان حتى تأثيره تأثير بسيط جدا وحتى أولاد لو كان فيه نسبة تلوث حتى التلوث نفسه كان بيستوعبه النظام البيئي الموجود يعني ما كانش بيكلف مخلفات مثلا شديدا ما هو ما فيش بقى مصانع ولا فيه التطور اللي احنا فيه النهاردة دي بيسموها المرحلة ايه بقى المرحلة البدائية بعد كده بدأ الإنسان يعرف حرفة الزراع فدخلنا في المرحلة الرقم اتنين اللي هي معرفة مين الزراع بدأ الإنسان يعرف حرفة الزراع بدأ يستقر بدأ يزرع الأرض بدأ يبقى ليه تأثير شوية على البيئة ولكنه لم يكن تأثير سالبي على البيئة يمكن في الزراعة بدأت تظهر بس النفايات ادي تأثير الإنسان يعني في المرحلة البداية كان تأثيره محدود هنا ايضا برضو تأثير محدود ظهرت بس مشكلة بعض النفايات والنفايات هنا خاصة بمين خاصة بالزراعة فقط لا غير طيب هل في مراحل أخرى للتفاعل اللي هو في بقى مرحلتين مهمين جدا 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 اللي جايين بعد كده وهي مرحلة الصورة الصناعية يعني أنا دلوقتي هدخل لمرحلتين جداد اللي هي المرحلة رقم 3 ورقم 4 في المراحل عندي رقم 3 اللي هي مرحلة الصورة الصناعية ده تحت تحت مسمى ايه اللي هي مراحل تفاعل الإنسان مع البيئة ايه اللي المرحلة التالتة مرحلة الصورة الصناعية دي مرحلة خطيرة جدا 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 ليه الإنسان عارف فيها الفح بدأ يستغله في الصناعة عارف فيها البترول وبدأ يستغله ايضا في عملية مين الصناعة فبدأ عملية التنقيب عن المعادن وبدأ يعمل مصانع وبدأ يلوص في الارض وبدأ المصنع يلوص في الهواء وبدأ المكان المحيط بانشاء المصنع او استغلال الصراوات بدأ يحدث فيها جزء من مين او نسبة من التلوص فاصبح هنا في هذه المرحلة بدأت تظهر عندي مشكلات البيئية يبقى قبل كده في المرحلة البداية مفيش اي مشاكل في مرحلة الزراعة برضو مفيش مشاكل ايه بس نفايات وعادي كان الموضوع برضو بسيط والتأثير بسيط جدا 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 ولم يكن للانسان تأثير سلب على البيئة يبقى ايه المراحل اللي بدأ فيها الانسان يأثر سلبا على البيئة ركز قال لي لان بدأ تظهر هنا من مشكلات او المشكلات اللي هي من البيئية يبقى معنا الكلام ده ان فرحلة الثورة الصناعية هي بداية التأثير السلبي للانسان على البيئة بدأ الانسان يأثر سلبا على النظام البيئي بدأ تظهر المشكلات اللي هي المشكلات اللي هي البيئية بدأ يظهر عندي التلوز بكل أنواعه تلوز في التربة تلوز في الهواء تلوز في المسطحات مين المسطحات المائية يبقى بعد كده أولاد أن ظهر فيها التأثير السيء لمين للإنسان على البيئة ليه لأن بدأ الإنسان هنا بدأ يوسع في نشاطه بدأ يعمل أنشطة اقتصادية بدأ يعمل مصانع كتير المصانع بدأ التلوز البيئة التنقيب عن المعادن واستغلالها كان فيه نسبة من عملية التلوز دي المرحلة رقم كام يبقى إيه المرحلة اللي ظهر فيها الإنسان بشكل أثر على البيئة تأثير سلبي مضبوط مرحلة الثورة الصناعية لكن إيه المرحلة اللي ظهرت فيها النفايات مضبوط المرحلة التانية اللي هي مرحلة الزراع أي المراحل كان الإنسان تأثيره تأثير محدود جدا على البيئة اللي هي المرحلة البدائية طيب هل الإنسان هل هذه كانت المرحلة الأخيرة للإنسان؟ اللي لا طبعا ده أنا عندي هنا مرحلة رابعة اللي هي إيه بقى؟ اللي هي المرحلة التي نعيش فيها الآن دي المرحلة اللي إحنا عايشين فيها النهاردة طيب دي بدأت إمتى المرحلة دي بدأت تقريبية من النص التاني للقرن العشرين ومستمرة إلى الآن هذه المرحلة بدأنا نستخدم فيها بعض الحسابات الإلكترونية وبدأت تتطور فيها اللي هي وسائل النقل ومين والمواصلات وبدأت أيضا تتطور فيها وسائل الاتصال وبدأ هنا هو أولاد يأصل الإنسان تأثير أكبر على البيئة يعني هناك كانت تأثير سيء بس في مرحلة الثورة الصناعية شوف هنا بيقولك إيه؟ تعاظم تأثير الإنسان على البيئة يعني معنى الكلام ده إن أصبح الإنسان بيأثر على البيئة تأثير خاطير جدا 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 ولذلك بدأت المشاكل البيئية يكون أكثر خطورة من المشاكل اللي كانت قبل كده ده ظهر عندي حاجات خطيرة جدا نتيجة لتطور الأسليب الحديثة في استقلال الموارد أدى ذلك لاستنزاف الموارد الطبعية وأدى ذلك لظهور العديد من الظاهرات الجوية اللي بتهدد بتغيرات مناخية خطيرة زي ظاهرة يا أولاد الاحتباس الحراري ظاهرة الاحتباس الحراري هي عبارة عن إيه؟ أنا هشبهها لك بحاجة بسيطة جدا لو أنت وضعت السيارة بتاعتك وتركتها في مكان فيه شمس وقفلت إزاز السيارة كله سيبها بس عشر دقايق ولا ربع ساعة وافتح السيارة بتاعتك إيه اللي بتحس بيه؟ تحس إن العربية مولعة نار السيارة بتاعتك مولعة نار إيه اللي حصل هنا هو ده الاحتباس الحراري ليه؟ إنت قفلت كده المكان وهنا المكان استوعب عنده أخذ أشعة مين؟ شمس فبدأت درجة الحرارة في المكان ده اللي يحصلها ترتفع طيب إيه علاقة السيارة بالأرض؟ أنا بديك مثل بسيط أنا عندي دلوقتي الأبخرة المتصعدة أو الغازات المتصعدة أول أكسيدي الكربون وساني أكسيدي الكربون وساني أكسيدي الكابريت وأكسيدي النيتروجين وإلى آخره كل الكلام ده عمل زي عازل كده فوق هي دي الغازات اللي بيسموها غازات مين؟ وبخار الماء طبعا بيسموها غازات اللي ايه؟ الاحتباس مين؟ الحراري فبدأ هنا يحصل عملية مين؟ ارتداد الإشعاع على الأرض هنا أو الأرض بتستوعب جزء من أشعة الشمس أما بتيجي ارتد هنا حصل هنا في ايه؟ في هنا منطقة عازلة اللي هي مين؟ الأدخنة والملاوسات والآخره أكسيدي الكابريت والنيتروجين والآخره اللي هي بتمتص جزء كبير جدا من الأشعة فأدى ذلك لارتفاع درجة مين؟ الحرارة يعني بدأت زواهر ما كانتش موجودة قبل كده طب هو ده بيأثر على الحياة طبعا انت عندك الاحتباس الحراري بيؤدى لارتفاع درجة مين؟ الحرارة وبدوره بيؤدى الى ايه؟ بيؤدى الى تغيرات مناخية خطيرة طب ايه تغيرات المناخية الخطيرة اللي بيؤدى لها؟ بيؤدى لتغير في أشكال الشواطئ بيؤدى عندي كمال لموت بعض الكائنات الحية الدقيقة اللي موجودة في المسطحات مين؟ المائية يؤدى الى زوابان الجليد مما يؤدى الى تغيان اللي هي المياه على اللي هي المناطق مين؟ المناطق السحلية الله يعني كل الكلام شايفين هنا ولادنا بربط لكو بس ما بين حاجة بسيطة جدا ان الغازات المتصعدة من المصانع والثورة الصناعية والثورة الالكترونية اللي احنا فيها ده اصدرت من جانب تاني خالص بعيد وهو الاحتماس مين؟ الحراري اللي قدى بدوره لتغيرات في المناخ وتغيرات المناخ تؤدي في تغيرات في أشكال الأرض وبالتالي موت بعض الكائنات الحية واندصارها وبالتالي هنا بدأ يحصل خلل في عناصر النظام مين؟ النظام البيئي فأصبح هنا الخلل في عناصر النظام البيئي كل عنصر بيؤثر في الآخر تأثير ايه؟ تأثير مباشر فبالتالي اللي هيحصل هنا طبعا بتتغير مكونات النظام البيئي بتتغير بستلب النظام البيئي فبتزيد عملية مين اللي هي الايه التلوث يبقى بدأت تظهر مشكلة الاحتمال الحراري المشاكل النووية بدأنا هنا نحس بقى بدخامة المشكلة مش الهدف ان احنا نحافظ على البيئة واستدامة ثرواتها بس لا 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 ده الهدف اخطر من كده كمان ده انا عايز كمان احافظ على البيئة واعمل عملية استدامة للثروات واحمي هذا النظام من عملية التلوث والمشاكل اللي بدأت تهدد بشكل مباشر حياة مين حياة البشر وحياة مين وحياة الانسان فكانت دي المرحلة رقم كام رقم اربعة يبقى انا عندي هنا كم مرحلة للتطور والتفاعل اربع مراحل المرحلة الاولى كانت مرحلة بدائية ودي تأثير الانسان فيها محدود جدا الحرف اللي بيمارسها عملية جامعة والتقاط وعملية استدفاقة لغير مرحلة التانية كانت مرحلة الزراعة الانسان عارف فيها الاستقرار بدأ يعرف الانهار بدأ يستقر بدأ يزرع الأرض بدأت تظهر مشكلة صغيرة مشكلة النفايات المرحلة الثالثة هي مرحلة الثورة الصناعية اللي بدأ تأثير الإنسان فيها يكون تأثير سيء على مين على البيئة لأنه بدأ يستخدم الوقود الحفري أو الوعفوري اللي هو الفحب أو البترول أو الغاز الطبيعي طب وفي المرحلة الرابعة مرحلة الثورة الإلكترونية والحاسبات الإلكترونية والتطور وسائل النقل والاتصال بدأت تتفاقم المشكلات وتزيد خطورة وخاصة بدأت تظهر مشكلات خطيرة جدا زي مشكلة الاحتباس مين الحراري والمشاكل مين النووي فبدأ العالم النهاردة بدأ يبحث ويدور على حلول لهذه المشكلات طيب دي كده كانت المراحل الأربعة لتطور العلاقة بين الإنسان ومين والبيئة طب يا ترى هل ظهرت نظريات بتفسر العلاقة بين الإنسان والبيئة شايفين المراحل اللي احنا قلناهم فاكرينهم افتكرونه كويس وشوف النظريات هنا هتقول ايه عشان انا عايزك انت اللي توجه النقض للايه للنظرية في النظريات المفسرة لعلاقة الإنسان بالبيئة عندي تلات نظريات عندي كم نظرية تلاتة عندي فيه اللي هي النظرية الحتمية وعندي اللي هي النظرية الاحتمالية وعندي نظرية التالتة احطى لكم هنا اللي هي النظرية التوافقية يا ترى ايه هي التلات نظريات دي التلات نظريات ديول يا ولاد فصروا العلاقة بين الإنسان وبين البيئة النظرية الاولى وهي نظرية الحتمية او الحتمية البيئية او الحتمية الجغرافية بتقول ان الانسان كان بيغضع للبيئة يفكرني بانه مرحلة مظبوط المرحلة الاولى اللي هي المرحلة البداية اللي هي كانت تأثير بتاع الانسان محدود جدا على البيئة او كانت البيئة هي اللي بتسيطر على الانسان وهي دي اللي كانت بتحدد علاقة الانسان بمين بالبيئة يبقى دي اسمها النظرية اللي هي الحتمية يبقى النظرية الحتمية كانت بتفسر ان الانسان بيغضع للبيئة انا عايزك تحفظ دي جزئية دي فيها يبقى النظرية الحتمية بتقول ايه او النظرية الجغرافية او الحتمية الجغرافية بتقول ايه بتقول النظرية دي ان الانسان كان يغضع للبيئة فكانت البيئة هي التي تسيطر على الانسان اشتركوا في القناة لهذه النظرية تعرضت هذه النظرية للنقل لانها تجاهلت التطور التكنولوجي اللي مر بيه مين الانسان ودوره في الحد من العوائق البيئية او العوائق الطبعية اللي كانت بتؤثر على مين على الانسان لان النهاردة مثلا بلد زي اليابان معروف ان هي مجموعة جزر واليابان وسط مياه المحيط ولكن هنا بفضل تقدم التكنولوجي الهائل وتطور وسائل النقل ومين والاتصال ومواصلات هل اليابان اصبحت معزولة عن دول العالم لا طبعا يبقى فيه اوه نقض توجه للنظرية هل طبيعة اليابان حوالي 82% اقربيا من سطحها عبارة عن طبيعة جبلية اللي يبصوا للطبيعة الجبلية يقول لك اه يبقى هنا نشاط الاقتصادي محدود ووائل اخره هل اليابان نشاطها الاقتصادي محدود ده اليابان النهاردة من الدول اللي غازت العالم كله بالالكترونيات اللي هي بتصنعها وكده فاذا هنا اولاد بننظر الى النظرية دي من وجهة نظر هم كان لهم وجهة نظر معينة ان الانسان يخضع للبيئة هل النظرية دي ينفع اطبعها النهاردة اطبعها ان الانسان بيغضع للبيئة والبيئة تسيطر عليه تأثير كبير وجهة نوجهه نظرية اوجهة نظرية تقدم التكنوليج ده النظرية الاولى النظرية التانية اللي هي نظريةlies امكانية او الاحتمالية دي فلسفتها بتقوم بقى على العكس ان الانسان هو اكثر تأثيرا في البيئة يعني الاولى بتقول ان البيئة اللي بتأثر على الانسان بشكل كبير لا النظرية دي عكسها بتقول ان الانسان هو اللي بيأثر على البيئة بشكل اكبر وبشكل ايه ايجابي وهو اللي يملك الادارة الفاعلة وليس فقط في استغلال الموالد ولكن ايضا في اتخاذ القرارات التي تؤثر على النظام البيئي على النظام البيئي فالانسان قد يتحكم في بعض الاشياء مثل نهر النيل اقام عليه بعض السدود وبعض القراطر للاستفادة من مياه مين من مياه النهر وضبط النهر النهر زمان كان بيقوم بعملية فيضان الانسان دلوقتي عن طريق اقامة اللي ايه السدود بدأ ان هو يتغلب على مشكلة الفيضان فبيقولك بدأ الانسان من وجهة نظر النظرية دي يؤثر هو اكتر على البيئة والدليل على كده ان الانسان نجح في السيطرة على بعض الانهار زي نهر مين النيل من خلال اقامة الجسور ومشروعات الرأي وبناء الايه السدود طيب هل انت توافق برضو على النظرية دي هل ان الانسان اكثر تأثيرا في البيئة برضو بنوجه لهم اوجه برضو ايه نقط النقط اللي وجه لها ان هي بالغت في دور الانسان واهملت الدور البيئي لان الانسان اه زي ما عمل حاجات كويسة ايضا نتج عنه مشكلات مين مشكلات عديدة زي مشكلة مين اللي هي اللي هي التلوث وتأكل طاقة الزون والتصحر والي هو الاحتباس مين اللي هي اللي هي الحرارة وعدم التوازن مين البيئي يبقى هذه النظرية بلغت في اهمية دور الانسان يبقى الاولى تجه للدور الانسان وقالت ان البيئة هي اللي بتسيطر على الانسان اما النظرية التانية الاحتمالية بلغت في اهمية دور الانسان وتأثيره في النظام مين البيئي فكان لابد من ظهور نظرية اخرى اللي هي النظرية رقم 3 اللي احنا بنسميها النظرية مين مزبوط النظرية اللي هي التوافقية إبقى النظرية التوافقية دي إحنا قلنا دلوقتي نظريتين يا ترى النظرية دي أكيدها توفق ما باللتنين يعني إيه نظرية التوافقية تعادل النظريتين على النقيد اللي هم الأولى والتانية فظهرت نظرية تالتة تقوم على الوساطة ما بين الحتمية والإمكانية هذه النظرية لا تؤمن بالحتمية المطلقة ولا بالإمكانية من المطلقة ولكن تؤمن أن الإنسان بيأثر على البيئة والبيئة تؤثر في الانسان يبقى النظرية الثالثة الاولانية الاولى بلغت فضور البيئة وتأثير على الانسان الثانية بلغت فضور الانسان وتأثيره على البيئة النظرية الثالثة هي كانت نظرية توافقية تعمل لك توازن شوية من النظريتين السابقتين وقالت ان البيئة بتأثر على الانسان والانسان كمان ياولاد بيأثر على النظام من النظام البيئة وهنا يبدأ معانا موضوع جديد اللي هو النظام مين النظام البيئي يترى ان النظرية التالتة توافقية بتأثر على الانسان اللي دور في التأثير على البيئة والبيئة لها دور برضو في التأثير على اللي هي مين الانسان النظام البيئي اللي احنا بنعيش فيه اولاد لمدخلات ولمخرجات النظام البيئي اللي احنا عايشينه بتيجي عندنا فيه من المدخلات للنظام البيئي حرارة مين حرارة الشمس يعني انا دي مثل بسيط جدا جدا لما جاء قول هنا مدخلات ومخرجات النظام البيئي يترى ايه هي المدخلات والمخرجات للنظام من البيئي انا هشوف اول حاجة عندي حرارة الشمس حرارة الشمس يا ولاد بتدخلي في صورة ايه بتدخل في صورة يا ترى بتدخل في صورة ايه حرارة الشمس بتدخل في صورة اشعة ايدي الشمس بتديني عندي عملية اشعة بتسقط على سطح الارض جزء منها بينعكس وجزء بتمتصه اللي Twitch اللي هو بينصه سطح مين الارض طيب الارض بتمتصي الجزء بتائكسه في صورة مين اشعة يبقى الاشعة دية بتدخل عندي تنعكس في صورة اخرى اللي samfly مين اشعة. يبقى انا عندي الاشعة. ده الصورة بتاع دخول حرارة الشمس. الخروج اللي هو مين? الاشعة. طيب ايه تاني من مدخلات النظام البيئي? المياه. اوكي? المياه. المياه تدخل عندي ازاي? انتم عارفيني الشمس تعمل لعملية التبخر. والتبخر بعد كده يجب صورة صحب والصحب يحصل لها عملية التكاثف والتكاسف يؤدي لسقوط مين? امطار. يبقى المياه هيدخل في صورة الامطار. دخل في صورة مطر. خرج ازاي? المياه. يخرج المياه في صورة بخار. بخار ماء. هنا المياه دخلت في صورة مين? امطار. وخرجت في صورة بخار مين? بخار ماء. طيب ايه تاني اللي حصل هنا. قال لي ما ممكن تخرج في صورة جريان سطحي زي الانهار. يعني بخار ماء او جريان سطحي لمين? للمياه. خدنا كده صورتين. حارة الشمس دخلت بالاشعة وخرجت بالاشعة. المياه دخلت في مطر. صورة مطر. وخرجت في صورة بخار مين? بخار ماء او جريان سطحي الأمطار او الانهار ولا ايه. وبقى كده النهر بيصبه في بحر او في محيد. وبرضو في الغالب بتحصل لها عملية مين? تبخر. يعني مطر والصورة التانية تبخر. طيب ايه تاني من الصور اللي بتحصل عندي? قال لي التربة. التربة بتتكون عندي اولاد الانسان طبعا حرارة الشمس بتساعد في تكون التربة. وبيحصل عندي عملية تفكك للصخور. يبقى التربة هنا بتتكون نتيجة التفكك لمين? تفكك اللي هي الايه? السخور. وهنا بتتكون التربة. طيب تفقد هنا التربة ازاي عناصرها? اه عن طريق تعريه او عملية تصحر. يبقى هنا التصحر او التعريه او الانسان يعمل عملية تجريف للتربة. فتخرج التربة هنا في عدة صور. يبقى هنا دي كده مدخلات للنظام البيئي. هنا دي مدخلات. لكن هنا دي بتعتبر عندي ايه? مخرجات للنظام مين? البيئي. طيب النبات بيدخل هنا عندي فصورة بزور. بتتزرع. خلاص? والانسان يجيب انواع جديدة وا 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 الى اخره. والرياح بتنقلها من مكان لمكان او تعمل لها عملية تركيح وا وا الى اخره. طيب بيخرج ازاي النبات? اكيد بالحصاد. خلاص? او ان الانسان يقوم بقطع مجموعة من الغابات. طيب. الحيوان موجود في النظام اللي بيئي وبينتقل من مكان لمكان. طيب. يبقى هو اصلا ايه? بينتقل من منطقة الى اخرى. طيب بيخرج ازاي? اللي ممكن يخرج عن طريق الصيدع او الموت. ده بالنسبة لمن? بالنسبة دي اسمها مدخلات ومخرجات النظام اللي ايه? النظام البيئي. طيب. كل عنصر من العناصر دي اثر في الاخر ولا لا? طبعا. ومن هنا ظهر مفهوم التوازن البيئي. يعني ايه كلمة التوازن البيئي? يا ولاد هنا معنى التوازن البيئي يقصد به بقاء عناصر البيئة ومكونتها على حالتها الطبيعية. يعني انا عايز اعرف يعني ايه كلمة التوازن البيئي. ايه المقصوب بالتوازن البيئي? هو بقاء عناصر النظام البيئي على حالتها الطبيعية. يعني ايه الكلام ده? يعني دون اخلال. يعني هنا انا ما بعملش اخلال للنظام البيئي. بحافظ على عناصر النظام البيئي. بحافظ على مكونات النظام البيئي كما هي. ما بعرضهاش هنا لعملية مين? الاخلال. لان الاخلال في النظام البيئي بيؤدي الى مشاكل خطيرة جدا 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 جدا. عرفتك كده يعني ايه كلمة التوازن? بقاء عناصر النظام البيئي على حالتها الايه الطبيعية دون اي اخلال بهذه الايه العناصر. طب ما هي العوامل التي ادت الى الاخلال بالنظام البيئي? انا عايز هنا اعرف ايه العوامل التي اثرت على التوازن البيئي. طب ما انا من خلال الاربع مراحل اللي انا قلتهم لكم. ممكن نقول اللي هي العوامل اللي اثرت على التوازن البيئي وادت الى الاخلال بالنظام البيئي. فاكرين اول مرحلة الانسان اثر فيها سلبا على البيئة كانت ايه هي? اه افتكروها كده. مظبوط استورة الصناعية. يبقى اهم العوامل اللي اثرت على التوازن في النظام البيئي اللي هي الايه? استورة مين? الصناعية. دي اول العوامل اثرت على الاخلال بالنظام البيئي. ليه? لان الصورة الصناعية ادت لمين? باختصار شديد. اهو. ادت للتلوص. ادت الى زيادة معدلات مين التلوص واستنزاف الموارد مين? البيئية. اذا دي احد العوامل الرئيسية اللي ادت الى الاخلال بعناصر النظام البيئي او ادت الى التأثير في التوازن. طب ايه تاني يا اولاد من العوامل? الصيد الجائر. ها الصيد الجائر هنا واستخدام المبيدات والاسمدة و الاخره ادى الى ان انت اصبح النهاردة عندك بعض اللي هي الايه? التيور اندصر منها حاجات كتير وبدأت نتعرض لمشاكل ان بدأنا لبعض نفقد بعض اللي هي الانواع من الكائنات مين? اللي هي اللي هي الحية. فان ده اثر بدوره على التوازن في النظام مين? البيئي. ايضا من العوامل المهمة جدا اللي اثرت عملية مين? استخراج المعادن وقطع الغابات. كل دي عوامل اثرت في النظام البيئي او طبعا. يعني الصورة الصناعية ادت للتلوث. الصيد الجائر ادى الى فقدان بعض العناصر. عملية التعدين وقطع الغابات هتؤدي الى ايه? طبعا قدت لتلوث وقدت الى ارتفاع في درجة مين? الحرارة وزيادة نسبة مين? ساني اكسيد مين? الكربون. وبالتالي ارتفاع معدلات درجة الحرارة في الغلاف الغازي وظهور زيارة الاحتباس مين? اللي هي الايه? اللي هي الاحتباس الحراري. كل الكلام ده اولاد ادى الى عدم التوازن في النظام مين? في النظام البيئي. يبقى عرفت كده ايه هي العوامل اللي اثرت عندي في النظام البيئي? وقدت الى خلل في النظام مين? البيئي. طب احنا بندرس الكلام ده ليه? احنا عملين نقول ده في مدخلات للنظام البيئي وفي مخرجات. وفي عوامل كدت الى خلل هذا الايه? النظام. احنا بقى يعني ايه اللي احنا بنستفيده? هو ده بقى دور جغرافية التنمية درجه ورفية التنمية أولاد اللي هي رصد التعديات البيئية بكافة أشكالها ودراسة ما أنتجه الإنسان من تلوث وإلى آخره من مشكلات مين بيئية ليه بقى بهدف وضع حلول لحماية النظام البيئي والحفاظ عليه من الإهدار والاستنزاف والتلوث يبقى درجه ورفية التنمية هي ترصد المشكلات اللي تعرضت لها الأنظمة البيئية اللي موجودة عندي وتعمل عملية حماية للنظام البيئي تشوف إيه المشاكل ونبدأ نضع الطرق وحلول لمين لهذه المشكلات عشان أحافظ على حق الأجيال القادمة تم هو ده التنمية المستدامة اللي احنا كنا بنقوله في الأول أن أنا عايز أحافظ على حق الأجيال القادمة في الموارد وأحافظ على البيئة من الاستنزاف أو أحافظ على أو أمنع عملية استنزاف مين الموارد ورشد من عملية مين الاستهلاك أيضا دور جغرافية التنمية تهدف جغرافية التنمية لنشر الوعي البيئي بين أفراد مين المجتمع باختلاف طواقفه واختلاف فئاته يبقى معنا كده أن عرفنا كده دور الجغرافية بتاع التنمية أنا إيه هو ده الأساس عندي هو أنا بدرس منهج تب إيه دور المنهج المنهجينة بيعالج بعض المشكلات البيئية بيحفظ لي على النظام البيئي بيخليني أعرف أن الأجيال القادمة حق في استغلال الموارد دي بيرفع لي كمان من الوعي البيئي اللي ده أفراد مين المجتمع بنضع استراتيجيات لحماية النظام البيئي والحفاظ عليه نعمل عملية يقولك نفعل توصيات المؤتمرات الدولية أو المؤتمرات العالمية الخاصة بالنظام البيئي حتى لا يؤثر ذلك سلبا على النظام البيئي ويحدث خللا في النظام مين البيئي يعرفنا إيه هي دور جغرافية التنمية رصد التعديات البيئية على البيئة وضع الاستراتيجيات لحماية النظام البيئي رفع الوعي البيئي لده أفراد مين المجتمع تفعيل توصيات المؤتمرات الدولية الخاصة بحماية مين البيئة كل ده يا أولاد دور جغرافية التنمية في الحفاظ على التوازن البيئي وعدم الإخلال بيئي التوازن البيئي بعد كده أولاد بتكلم عن الموارد الموارد بنصنفها لعدة أجزاء يتكون النظام البيئي من العديد من مين من الموارد الموارد عندي أولاد ممكن أقسمها وفقا لعدة تصنيفات حسب مصدرها ممكن أقول الموارد دي نوعين موارد طبيعية وموارد بشرية يعني الموارد دي أنا ممكن نصنفها على حسب إيه حسب مصدرها هقسمها إلى موارد طبيعية وموارد بشرية ده كده تقسيم الموارد على حسب المصدر ما جاء أقول الموارد أما نيجي نقسمها موارد طبيعية الموارد طبيعية اللي وجدت دون دخل للإنسان فيها زي إيه زي مثلا التربة النبات الطبيعي الحيوان الموارد المائية مصادر الطاقة السراءات المعدنية كل هذه تعتبر من الموارد الطبيعية يبعرفت كده على حسب المصدر أستمتع الاتنين موارد طبيعية وموارد مين بشرية الموارد الطبيعية اللي هي هيبة من عند ربنا سبحانه وتعالى الغابات والمناجم باختلاف أنواعها ومصادر الطاقة إلى آخره طب الموارد البشرية اللي هي كل ما يقوم به الإنسان من أنشطة اللي هو يقصد بها أشكال العمران اللي ظهرت الوسائل التكنولوجية ما يمتركه الإنسان من عدد من آلات من أدوات من منشآت كل دي بيسموها موارد ملع موارد بشرية يبقى ده تقسيم على حسب المصدر استمتعى على موارد طبيعية صروات معادن مصادر طاقة غابات نبات حيوان إلى آخره أما الموارد البشرية العدد والآلات والمنشآت والنواح الحضارية ووسائل التكنولوجيا الحديثة إلى آخره ده تقسيم على حسب مين مصبوط على حسب مصدرها يبقى الموارد على حسب المصدر بنقسمها لكم نوع اتنين موارد طبيعية وموارد مين بشرية من الاسم كده الموارد الطبيعية اللي هي هيبه من عند ربنا سبحانه وتعالى ليس الإنسان داخل في وجودها الإنسان اللي داخل في استغلالها لكن مالوش داخل في وجودها المعادن والغابات والصروات المعدنية بفتلاف أنواع مصادر الطاقة بالإضافة إلى الحيوان أما الموارد على حسب التوزيع الجغرافي يبقى هنا في تقسيم آخر حسب التوزيع الجغرافي وهنا بقى بيأسموها حسب التوزيع الجغرافي لعدة ايه لعدة أشياء أول حاجة موارد واسعة الانتشار يعني هنا كده يقول لك ايه موارد واسعة الانتشار ايه بقى الموارد الواسعة الانتشار الموارد واسعة الانتشار اللي الانسان بيحصل عليها دون جهد منه زي ايه اللي زي الهواء زي الشمس دي كلها موجودة في كل دول مين العالم يبقى الموارد الواسعة الانتشار أنا أكتبها كده هو هواء شرطة أشعة مين أشعة الشمس طيب دي موارد واسعة مين الانتشار في موارد متوسطة الانتشار موارد متوسطة الانتشار ايه بقى الموارد المتوسطة الانتشار عارفين يقصد بها هنا ايه يقصد بها الغابات المراعي السروة السمكية يبقى الموارد المتوسطة مين الانتشار يقصد بها الغابات هو مناطق المراعي لمناطق الراعي مناطق السروة مين السروة السمكية ممكن اقول هي الاراضي الزراعية الى اخر فيه بقى مناطق بيسموها محدودة الانتشار موارد الانتشار ايه بقى الموارد محدودة الانتشار دي بقى عارفين موارد محدودة الانتشار ليه المعادن او عشان ما تنسوهاش أبسط حاجة أو أبسط مثل المعادن مصادر الطاقة زي البترول زي الفحم زي الغاز الطبيعي كل دي بيسموها موارد محدودة الانتشار في بقى أولاد التصنيف اللي هو الرابع أو اللي هو على حسب التوزيع الجرافي آخر حاجة بيسموها إيه بقى موارد شو بيقولك إيه محدودة الانتشار جدا إيه بقى موارد محدودة الانتشار جدا دي موارد بينظر وجودها يعني إيه يعني ما هيش موجودة في كل مين في كل الدول زي مثلا إيه زي مثلا النيكا المسب ملقوهش في كل دول العالم زي النصرات ألا إيه مثلا في دول تشيلي فقط يبقى إذن هنا بلاقي إيه بلاقي اللي هي المعادن اللي هي اللي إيه الأقصر نادرة يبقى هنا المعادن بس شو بيقولك هنا بقى إيه النادرة خلاص زي إيه هحط مثلا مثل النطرات ده أفسط مثلا مش موجودة في كل دول العالم ده يمكن شيلي الواحدة بتنتج أكتر من ثلاث تربع الإنتاج بالنسبة لدول مين لدول العالم كله يبقى إذن هنا على حسب المصدر السمتها لموارد طبيعية وموارد بشرية عرفت طبيعية غابات مصادر طاقة إلى آخر بشرية العدد والآلات والمنشآت وكل ما أنتجه الإنسان من تكنولوجيا طيب على حسب التوزيع الجرافي ده فيه موارد واسعة الانتشار اللي هي الهواء وأشعة الشمس محدودة الانتشار زي الغابات والمراعي والسمنات ووجود السرق السمكية سري دي متوسطة الانتشار موارد محدودة زي المعادن محدودة جدا زي المعادن الندرة زي النيكل يبقى عندي كم نوع أربعة إيه هم الأربعة دولة اللي هو على حسب التوزيع واسعة الانتشار هواء وأشعة الشمس متوسطة الانتشار اللي هي المراعي والغابات ومناطق وجود السرق السمكية طيب مناطق اللي هي السرق موارد محدودة الانتشار وهنا بقول المحدودة اللي هي المعادن باختلاف أنواعها ومصادر الطاق طيب المحدودة جدا دي اللي هي المعادن الندرة زي النيكل وزي مين اللي هي النطرات فيه بقى تقسيم تاني بيقسموه على حسب تجددها يعني ايه يعني تقسيم حسب تجدد الموارد طيب وده بقى خلاص ده واضح ده تقسيم حسب تجدد الموارد قال لي اه هنا هيقسموها لاتنين موارد ايه شاطرين موارد متجددة وموارد ملع غير متجددة ايه بقى الموارد المتجددة خلاص انتو عارفين موارد متجددة يعني لا تنفس باستغلال لا لا الموارد المتجددة يعني بتتجدد باستمرار زي مين زي مثلا الهواء الغلاف المائي الجوي الغطاء النباتي الى اخيره اما الموارد الغير متجددة اللي هي قابلة للنفاذ يبقى هنا دي بنلاقيها متجددة يعني مستمرة خلاص زي اللي هو الغلاف مثلا اللي ايه اللي هو الجوي والمائي ووالاخره لكن الموارد اللي هي الغير متجددة اللي احنا بنقول قابلة للنفاذ زي ايه زي المعادن باختلاف مين انواعها زي مصادر الطاقة باختلاف ايه انواعها يبقى هنا عرفنا اقسام الموارد على حسب تجددها عرفت ان في منها مستمرة متجددة ممكن استفيد من طاقة الرياح ممكن استفيد من الطاقة المائية ممكن استفيد من الطاقة الشمسية كل دي بسميها موارد مالها متجددة اما الموارد الغير متجددة زي المعادن على اختلاف انواعها زي البترول زي الفحم زي الغاز الطبيعي اللي احنا بنسميها مصادر مين مصادر الطاقة الاحفورية او الغير متجدد هنا تظهر اهمية الجغرافيا في ان انا استخدم اساليب علمية حديثة واقدر من خلالها استثمر الموارد وتظهر الاهمية في الجانب الاخر اللي بنتكلم عنه ازاي نحافظ على الموارد وزاي نحمي البيئة ونعمل لها عملية صيانة من اللي هي اللي هي التلوث وبالتالي نقدر نحافظ على النظام مين البيئي ولا نهدره على اساسنا اولاد ان احنا بنعيش في نظام متكامل كل عنصر من العناصر بيؤثر في الاخر ويتأثر به بندخل اولاد في موضوع جديد بندخل عندي في الموارد المائية واسليب ادارتها الموارد المائية اولاد واسليب ادارتها لو احنا لاحظنا ان احنا في الاوناة الاخيرة بتعتبر المياه احدى المشاكل او احدى المشكلات اللي بتعاني منها كثير من الدول والوطن العربي اولاد بطبيعته يعتبر فقير في موارد المياه وزي ما قلتلكم الوطن العربي نسبة جيرة جدا منه من الاراضي عبارة عن اراضي صحراوية ويمكن شريط ساحري فقط ده يعتبر عندي اللي هو بتجود في الزراع على المطر وايضا لا يوجد في الوطن العربي انهار كثيرة هناك دول تخلو تماما من الانهار فلو احنا بصين اولاد لي المياه بنجد ان موارد المياه انا هنا بنجد ان موارد المياه على سطح الارض لو انا جي تقسمها بنجد ان موارد المياه فيها منها امطار في بحار في محيطات في عند مياه سطحية وفي عند مياه مين مياه جوفية دي التقسمات التلاتة لموارد مين لموارد المياه هل الوطن العربي غني بكل اشكال هذه الموارد او بيعاني من نقص فيها هنعرف بعد شوية كده هل الوطن العربي بس فكروا الأول في السؤال هل الوطن العربي بيعاني من نقص في مشكلة المياه أم لا هنا بنشوف الموارد المائية أما جا أتكلم عن تصنيف الموارد المائية حسب الجريان بلاقي عندي موارد المياه عبارة عن أمطار دي أول حاجة يا إما مياه جوفية يا إما بحار ومهيطات تعال نشوف كده الأمطار الأمطار هي المصدر الرئيسي للمياه على سطح الأرض كله بيعتمد عليها الإنسان اعتماد مباشر في الزراعة يمكن أكتر من 75% بيعتمد في الزراعة في العالم كله على مياه مين؟ مياه المطر بيسموها الزراعة المطرية أو البعلية المياه الجوفية مياه الجوفية توجد في بطن الأرض وهي ناتجة من تصرب أيضا مياه الأمطار يعني المياه الجوفية دي أولاك جاية منين؟ جاية أصلا هي موجودة في بطن الأرض والنتجة من تصرب مياه مين؟ مياه المطر يبقى المطر هو المصدر الرئيسي للمياه وبتعتمد عليه الزراعة بنسبة 95% والمياه الجوفية ناتجة من تصرب اللي هي مياه مين؟ الأمطار في بطن مين؟ الأرض وهنا بتبقى في الأرض مجموعة خزنات عشان طبقة الخرسان النوبي دي بتختزن عندي المياه مين؟ المياه الجوفية ودي بتنتشر عندي أولاد في الصحراء الغربية في مصر ودي أماكن اللي فيها المياه الجوفية اللي هي مناطق وجود الواحات الخمسة اللي عندنا طيب والبحار والمحيطات هي المياه الموجودة على سطح الأرض وده تمثل في البحار أو المحيطات والأنار وجدول البحيرات بالإضافة لمناطق اللي هي مين؟ البرك والمستنقعات والوطاءات اللي هي مين؟ اللي هي الجالدية وطبعا انتو عارفين اصلا البحار ومحيطات ايضا بتقوم اشعة الشمس بتبخر مين المياه فتتصعد المياه الى اعلى وتتكاوم في صورة مين سحب وتسقط مين تسقط عندك الامتور في تصنيف على حسب درجة الملوحة يعني ايه؟ يعني انا مجأة اسم المياه على سطح الارض بقول ان انا عندي فيه مياه ملحة ومياه ايه عزبة مياه العزبة تمثلها عندي مياه الانهار وبعض البحيرات اللي هي العزبة وبعض المياه اللي هي مين اللي هي الجوفية اما هناك المياه المالحة ودي بتغطي نسبة كبيرة جدا جدا من سطح مين؟ من سطح الارض نعم احنا اعتمدنا الاساسي على مين؟ بناعتمد على المياه العزبة هل المياه العزبة اللي موجودة عندي بتكفي حاجة السكان؟ انا بقول لك لا في كتير من الدول بتعاني من نقص في المياه العزبة وتلجأ الدول الى العديد من الوسائل اللي من خلالها ممكن تعالج هذه الايه؟ هذه المشكلة لو انا مسكت موارد المياه عندي في الوطن العربي اولاد موارد المياه العزبة يعد الوطن العربي من اكثر جهات العالم جفافا ليه؟ لان انا عندي الامطار فيه طبعا قليلة جدا وبالتالي بنجد ان معظم الاراضي اللي فيه اراضي صحراوية وانما نجي نقسم هنا اولاد انمية على المواطنين في الوطن العربي فنجد ان الوطن العربي بيعاني من نقص في مشكلة المياه يبقى هنا بقى اما اجا اقول لك الوطن العربي هل لديه اكتفاء ذاتي من المياه؟ لا الوطن العربي بيعاني من نقص في مشكلة المياه وهنا السؤال بما تفسر يعاني الوطن العربي من ازمة فيه المياه ازاي الوطن العربي ليه بيعاني من ازمة مياه؟ بيعاني لنقص الامطار بيعاني لان السكان كتير وبالتالي زيادة السكان تؤدي لزيادة استخدامات المياه يبقى عندك رقص في الأمطار زيادة السكان مع زيادة الاستخدامات مع أيضا أن كمية المياه الموجودة أحيانا للإنسان بيستخدمها استخدام سيء يبقى ما هي العوامل التي جعلت الوطن العربي يعاني من أزبط مياه رقص الأمطار سوء استخدام المياه زيادة عدد مين السكان مما أدى لزيادة الطلب على المياه يبقى ده كمان بالإضافة لحاجة خطيرة جدا ده أنا بعاني كمان من مشكلة خطيرة وهي مشكلة تلوث مين المياه يبقى كده دي اسمها أسباب أزمة المياه في الوطن العربي يبقى عرفت ليه الوطن العربي بيعاني من نقص في المياه بسبب نقص الأمطار زيادة السكان زيادة الطلب على المياه وستعدد استخداماتها أيضا كمان بنقول سوء استخدام من إنسان لمين للمياه وهناك العديد من المؤشرات اللي بتجعل الوطن العربي أو تدلة على وجود أزمة مياه في الوطن مين في الوطن العربي أبسط الأمور متوسط نصيب الفرد من المياه بيقل كتير جدا 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 عن اللي هو المعدل مين المعدل العالمي وبكده يا أولاد بقول لكم مختصر شديد للي احنا قلنا النهاردة احنا تكلمنا عن الموارد من حيث تقسمها قسمناها على حسب مصدرها على حسب التوزيع الجغرافي أيضا اتكلمنا عن موارد مين موارد المياه بصفة عامة قلنا فيه أمطار وفيه مياه جوفية قلنا فيه بحار وفيه محطات وانتهينا إن الوطن العربي بيعاني من أزمة فيه المياه وبكده بننتهي من حلقتنا النهاردة وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات مادة الجغرافيا للصف الثاني السنو اشتركوا في القناة